موسيقى موسيقى نحن طبعا مستمرين معاكم في حلقة خاصة وأيضا ضيف خاص ومميز في ذكرى وفاة الراحل العظيم الملك حسين نحن تلقينا اتصال قبل قليل من الديوان الملكي مشكورين على تواصل مع قناة رؤية مع حلوة يا دنيا وتم تبليغنا أن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني الله يطول بعمره هو الآن موجود في المكسيك وهو الآن تقريبا المكسيك الساعة تقريبا عم نحكي على تنتين تقريبا بعد منتصف الليل جلالة الملك صاحي وقام قبل ثواني بإنزال تويتر عمل تويت فيه هناك تغريدة من صاحب الجلالة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الخاص في الديوان الملكي وصاحب الجلالة الملك عبدالله المعظم يعني يتذكر الحسين الرائع الحسين الباني ملك الأجيال ويقول جلالة الملك في التغريدة أنه في هذا اليوم استذكر الحسين أو نستذكر الحسين رحمه الله الذي كان أبا وأخا للجميع كما كان أب لي اللي بنحكيه أنه رحمة الله على الملك حسين ولصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني نتقدم طبعا إله بالتعزية وإلنا طبعا في هذه المناسبة ونطلب من ربنا يعطيه الصحة ويوفقه أيضا في زيارته ويرجع للأردن إن شاء الله سالم وغانم كل الشكر مرة تانية لزملائنا وأصدقائنا في الديوان الملكي تحياتنا لإلهم وأكيد متابعين اليوم بحلقتنا الخاصة في ذكرى الحسين مع معالي أيمن المجالي أبو ناصر لما زرناك الأسبوع الماضي بالبيت قلت لنا مهم جدا نحكي عن محبة جلالة الملك حسين الله يرحمه للشعب الأردني وهو كان في عنده قول شهير جدا لما قال إني أحب هذا الشعب حبا عظيما فلولا لما كنت شيئا مذكورا خبرنا يعني من خلال تعاملك المقرب جدا مع المرحوم الملك حسين أدي ياري كيف توصف هالعلاقة طبعا يعني العلاقة بدي أجيبها في جملة واحدة لما رجع من أول مرة من الولايات المتحدة طرفي استقبلوا الجماهير في الشارع كانت أمطار وكانت برد فتحدث إلى الناس في بعض الأخوان اللي موجودين وشاف الأمطار والناس واقفة في المطر فكان واحد بالزمانات دايما يقول لجلالة الملك أنت لازم تكون تخلق مع الشعب الألماني لأنه الشعب الأماني بقدس قياداته فكان رده في هذاك اليوم بالذات لما شاف الجماهير في ظل البرد في ظل الشتاء متجمعين في الشوارع سألني قال لي أخي أيمن من أفضل لي هل هم الشعب الألماني ولا الشعب الأردني حقيقة الشعب الأردني اللي خرج في ذلك اليوم ليستقبلوا بهذا الاستقبال العفوي يعني ما ناس لا بضغط عليهم ولا بقول لهم وحقيقة يعني هذا يبدل على طبعا محبة جلالة الملك وتقديره لهذا الشعب وعظمة هذا الشعب فهذه بعض الأمور أيضا جلالة الملك أنا بعتقد الملك حسين ظاهرة لن تتكرر في التاريخ هذول بيجوا بفترات وبتختفي فرجل الحقيقة ما بقدر أقول عنه إلا رجل إنساني بكل معنى الكلمة كان يحب الناس لما تشوفه يتفاعل معهم وكان طبعا دائما على اتصال الصبح لما يصحى الصبح كان دائما يقرأ الجرائد يقرأ المقالات يتابع كان في ذاعة الأردنية البث المباشر كان يتابعها دائما ويشوف إذا في أي مشكلة عند أي سهل ويتصل ويحاول يحل المشاكل للناس رجل حقيقة يعني ولا كل رجال نعم معالي أبو ناصر لو يعني نحط نفسنا مكان المشاهد الآن بتوقع أنه يسمع بعض الصفات الخاصة عن المرحوم جلالة الملك حسين ومن المناسب جدا مثلا أن تذكر أو تكتب في مذكرات عشرين عام كشخص مقرب جدا من صاحب الجلالة نحط حالنا مكان المشاهد ونقدر إيش هو بحب يسمع عن صفات الحسين من الأمور اللي ذكرت لنا إياها مش اللي كانت تكون في الجرائد والملك الإنسان في بعض الصفات مهمة جدا يريدت يسمعها منك حقيقة أنت لما تتحدث عن هيك شخص عظيم تتذكر بعضه أنه مش فقط هو يعني أول شيء ما بحب العظمة بسيط إلى أبعد الحدود حتى فيه أكله وحتى فيه لبسه حتى فيه حديثه يعني بتذكر قصة طريفة بحب أحكيها للناس ملك حسين بحب التدخين بيدخن فأيوم نادى وزير الصحة وقال له وقفت التدخين كان وزير الصحة لما أعتقد ملحس فقال له وقفت التدخين ثاني يوم أعلن الوزير أن أعلنت له طبعا بعد أسبوع زمان قرر بيرجع يدخن مرتا جال يا أخي هالوزير شو هالها ليش يطلوح يعلن عنها يصبر له شخير يصبر له شوية كان ليش يخبه يعني تعرف بعض الصفات كان بحب الأسلوب المازح لا يحب بدا أن تنتقد إنسان أمامه طبعا إذا كان الانتقاد يعني بناء بناء ما في عنده مشكلة لكن ما بسمح لك تحكي على الآخرين رجل دائما بسمع بجلس مع مستشارينه يتحدث معهم بكل بسمع لهم كلهم وبعدين على ضوء ذلك يقرر فالملك يعني حقيقة يعني لو بدي أصفه بكل الصفات وأتحدث عنه كرجل ما بقدر أصفه لأنه أنا حتى كرئيس تشريفات خدمت معه وكبل مساعد رئيس تشريفات كل ما أدخل عليه في كل يوم بدخل عليه بجده نفس الشخصية يعني حتى هيبته تبقى هيبته يعني كأني بتعامل فيه معاه من أول وجديد وفي الحقيقة وبعدين كان يعطيك الحرية لما يثق فيك يعطيك الحرية بأنك تساوي اللي بتريده طبعا ضمن القانون والهاي وبسمع لك والحقيقة يعني ما بقدر أصف هذا الرجل لأنه الرجل العظيم والكل بعرف أنه الرجل العظيم